كما تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالشكر لاتحاد الصناعات المصرية لتبرعه لمؤسسة حياة كريمة بعشرين ألف وأربعمائة كارتونة سلع غزائية بجانب أربع وثلاثين ألف وتسعمائة واحد وخمسين كبون سلع غزائية تصرف من المجمعات الاستهلاكية في إطار مبادرة كتف في كتف لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك على الأهالي والفئات المستحقة والأولى بالرعاية اشتركوا في القناة